عن الحدث البارز عدنان بشأن العملية التي فشلت عملية الكوماندوز لتحرير أحد الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية ما هي أبرز العناوين سواء الرسمية من الجهات السياسية أو الأمنية في إسرائيل أو العناوين الصحفية داخل إسرائيل محمد هناك حالة من الإحباط في الداخل الإسرائيلي بسبب هذا الفشل الأول من نوعه الذي يتم الاعتراف به رسميا من قبل إسرائيل وطبعا إنعكاسات ذلك كبيرة جدا سببا على المحللين العسكريين أو حتى على الداخل الإسرائيلي وعندما نقول الداخل الإسرائيلي الجهات الأكثر تأثيرا الآن على الحكومة هي عوائل الأسرة الذين لم تتوقف مظاهراتهم منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة نعلم بأن هؤلاء كانوا يتظاهرون أمام مبنى وزارة الأمن في تل أبيب ويدغطون على الحكومة من أجل وقف هذه العمليات العسكرية وأيضا وقف القصف على قطاع غزة لأنهم يقولون هذا القصف يهدد حياة أبنائهم وأقربائهم المحتجزين فيه داخل القطاع لدى فصال المقاومة الفلسطينية وهم حين اجتمعوا مع أعضاء كبيرة الحرب في الإسبوع الماضي ركزوا على هذا المطلب بشكل كبير أن تتوقف إسرائيل عن العمليات العسكرية وعن القصف إلى حين إطلاق صراح جميع الأسرة المحتجزين فيه داخل القطاع لا سيما بعد أن بثت كتاب عز الدين القسام في المرات السابقة وقالت بأن هناك عدد من الأسرة قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة وأيضا مقتل الأسير الإسرائيلي يوم أمس رغم أن إسرائيل لم تعترف بذلك ولم يتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتله لكن كتاب عز الدين القسام بثت صورة مقتل الجندي الإسرائيلي الأسير وبالتالي هذه الصورة أيضا سوف يكون لديها انعكاسات كبيرة وتأثير سلبي كبير في الداخل الإسرائيلي لا سيما عندما يرى عوائل الأسرة صورة مقتل هذا الجندي على يد الجيش الإسرائيلي نفسه التي كانت تحذر عوائل الأسرة من أن مثل هذه العمليات قد تهدد حياتهم للخطر وبالتالي خلال المرحلة المقبلة سوف يكون هناك تصاعد في المظاهرات من قبل أعوائل هؤلاء الأسرة والمتضامنين معهم وهم بعشرات الآلاف شهدنا قبل أسبوع كيف أن المظاهرات في تل أبيب خرجت بعشرات الآلاف ويوم أمس هؤلاء هددوا بنقل هذه المظاهرات من أمام مبنى وزارة الأمن في تل أبيب إلى أمام السجون الأمنية التي تحتجز إسرائيل بداخلها الأسرة الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية للضغط على الحكومة من أجل إطلاق صراح هؤلاء الأسرة مقابل أن تطلق حماس صراحة الأسرة الإسرائيليين المحتجزين لديها وبالتالي مثل هكذا عمليات فاشلة تقوم بها إسرائيل في داخل قطاع غزة يزيد من الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية التي محمد كانت تبحث عن صورة أي نصر ربما هذه العملية يمكن أن نضعها في سياق قحث إسرائيل عن صورة أي نصر تقدمه إلى جمهورها الداخلي تقدمه إلى الداخل الإسرائيلي لكنها رغم ذلك فشلت في الوصول إلى أي أسيرة من الأسرة وهذا الفشل كما ذكرت سوف يكون له تداعياته على الجبهة الداخلية في إسرائيل الإعلام الإسرائيلي عدنان كيف تناول الصورة التي بثت كتائب القسام والأخبار التي انتشرت عن هذه العملية وهل ما تزال الرقابة الإسرائيلية تفرض شروطا على النشر في هذا الجانب بالفعل الرقابة موجودة والحظر موجود وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تستطيع أن تنشر أي صور أو مقاطع فيديو من تلك التي تبثها كتائب عز الدين القسام سواء لعملياتها العسكرية في داخل قطاع غزة واستهدافاتها لآليات وجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي أو حتى لصور الأسرة وفيديوهات الأسرة التي يتم نشرها من قبل كتائب عز الدين القسام وذلك بسبب وجود رقابة من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية على جميع وسائل الإعلام التي لا تستطيع نشر أي شيء دون حصول إذن أو السماح بنشرها من قبل الجيش الإسرائيلي وهذا ما يحدث في جميع الحالات السابقة وهذا ما حدث يوم أمس بعض المواقف في وسائل التواصل الاجتماعي ربما تخرج عن رقابة الجيش الإسرائيلي وتقوم بتداول مثل هكذا الصور وأخبار عن مقتل هذا الأسير الإسرائيلي يوم أمس على يد الجيش الإسرائيلي في عملية الكوماندوس الفاشلة هذه لكن وسائل الإعلام الرسمية لا تتحدث عن مقتله ولا تصدر أي شيء عن هذه العملية سوى تلك التي تحدث عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم أمس والتي قال فيها بأن هناك إصابتين فقط في صفوف الجيش الإسرائيلي وبأن العملية الخاصة هذه تكللت بالفشل في داخل قطاع غزة وأيضا المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي نشر على منصة TX بعض التفاصيل لهذه العملية الفاشلة وقال بأن قوات الاحتلال كانت تحاول الوصول إلى أحد الأسرى المحتجزين في داخل القطاع واشتبكت مع عناصر كتاب عز الدين قسام لكنها فشلت في تحريره وأيضا أكد بوقوع إصابتين دون التطرق إلى أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في هذه العملية وأيضا دون التطرق إلى مقتل الأسير الإسرائيلي بيد الجيش الإسرائيلي نفسه في تلك المنطقة وذلك خشية أن يكون هناك كما ذكرت ردود فعل سلبية من عوال الأسرى ومن المتضامنين معهم جراء العمليات الإسرائيلية في داخل قطاع غزة وأيضا جراء هذه العملية الخاصة الفاشلة التي لم تتمكن إسرائيل خلالها من تحرير هذا الأسير بل ربما تسببت هي في مقتله وهذا ما سوف يضع الحكومة الإسرائيلية وجها لوجه مع عوائل هؤلاء الأسرى